معناها السيد إجراءات احتلازية تبقى للقانون هذك المتاع ٧٨ أنا شخصياً طلبوا أن القانون هذي سعي نحيوها بصراح لأنه هو قانون استثنائي تعمل في ظروف استثنائية نهار قتيلة ٢٠ جامب ٧٨ ومختلف الصلاة تلتكزت عليه ومختلف كذلك أتذكر أنت حكومة يوسف الشهر تلتكزت عليه في إحالات على إقامة جبريه وقتها آنذاك وحكمات عديدة يعني حتى حكمة النهضة تلتكزت عليه عديد المرات وهي كانت مع حكمة شهر في الحكم هل نعتبره قانون غير دستوري هذك بكل صراح قانون متاع حجز ماذا بينا وأنه أي إنسان يقف يمشي تحت طائلة القضاء وحتى معناها لما يكون مثال في إجراءات احتلازية يكون بإذن قضائي بسنة قضائي وهنا هي نقطة الاستفام سوفيان عليش ما صارش معناها إذا كان الشخص هذي يمثل حسب ما يقولهما ولزوز أشخاص هذوما اللي تم وضحهم تحت الإقامة الجبرية معناها يمثلوا ربما خطر على الأمن والنظام العامين وثم قضايا والاتهامات موجهة لهم وإلا قضايا وملفات معينة عليش ما صارش التحرك من قبل النيابة العمومية لا خطر القانون موجود هو قانون أنا قلت فوق غير دستوري ولكن ينفذ القانون عليش تفعل القانون هذيك وعليش من عليش بالضبط ما نشوف مدام سمى قانون يتبقوه أنا الشخصية نعتبر هذا القانون غير دستوري أنا شنو الفهم هم يتبقوه يخي ما تبقوش يشفى شهد وقفه عباد وسمى عباد وقفوه من بعد حالهم عن محاك مثال ناخذوا لقافات في إطالة حال مكافحة فساد نهات 29 مية 2017 مثال وقفه وشفيق الجلعية تبقى القانون هذي تم توقيفه وسمع عباد تم توقيفهم مؤخرا وتم تلقى صراحة تبقى القانون هذي أنا شنو علش اطرحت هذي الاستفسار سوفيان لأنه كلم رئيس الجمهورية مثلا مؤخرا حول دعوة القضاء إلى ضرورة التحرك في الملفات الكبيرة والملفات الهامة يخليني نشوك ونقول أنه ربما تم اللجوء إلى تفعيل هذا القانون لأنه صار في بعض الملفات للأطراف هذوما موجودة على القضاء لكن ثم تقاعص في عدم التحرك لنظر في هذه الملفات ولتعجيل الإجراءات اللي خل اليوم رئيس الجمهورية يوجه الكلام شفناه في خرجونسا مباشرة إلى وزير الداخلية ووزيرة العدل في ضرورة التحرك وجاه هذا التحرك ربما هكا من عرشنا حطينا سيناريا ممكن ممكن افتيلاذ تجريدي مطلق أنا قلني نقول لك شوف هو قانون موجود أنا نعتبره شخصيا قانون غير دستور وقانون خرج في عشية نهار 26 جنفي يعني بعد الزوال 78 وطعملت إجراءات العرفية مدامه موجود يتبقوه هل أنه يعتبره أن تبقوه حتى ما تقعص بقضائي ولا لا أنا ماذا بيا أي إنسان يتم إيقافه يكون عبر إجراءات القضائية لكن هو هذا القانون موجود هذه المشكلة يتبقوه يتبقى القوانين أنا نرى أنه من أوكد الأشياء التي يجب أن تقوم بها الحكومة أو الحكومة الجاية أو الحكومة الحالية هو إلغاء هذا القانون الذي يتعارض مع روح الدستور وما روح الثورة وما روح القوانين وحتى ما روح الدستورة لتعارض معه لأنه هذا يسمح الوزير الداخلية باش عنده بوور ديسكريسيوني لباشي وقفك ويحتزك وحطك وين يحب أن يحطك في دار وحطك كذا يحطك في مكان غير معلوم يمنع ليك الزيارة متاع أشخاص وشفنا نيش تم إيقافهم مؤخرا كي شوق تبيب ولا غيرو خي عمدولهم مقامة جبلية ومبعد تم أتلقى صراحة أي ومبعد زادة ينجم يجي يقول لك أنا منعت من ممارسة عحقي كمواطن كأب كمهنتي إذا كان يتاجر ولا محامي ولا غيرو ينجم في معادي هذا الحق غير معادي شو بالضبط الآن ولعي الجمهورية قال أزيل الداخلية أعمل هذا الآن أزيل الداخلية قول أحنا أزيل الداخلية قبل بهذا ماذا بينا شفت أحنا المشاكل قاعدة تصير لكل مناش جاية جاية من تقاعص دستوري كبير جدا في ملاءمة القوانين مع روح الدستور وروح الثورة منها مثال غياب المحل الدستوري اللي خلوا أنه رئيس هو الوحيد الآن لأول الدستور كما نحب منها كذلك قوانين غير دستورية وغير معقولة ونحن تجي تحت جز مهما كان يا أخي أعطيني إذن قضاء يعني عندما نقول إيش بدل وذنه حاكمه مش حاكلوت لأنه كيبدأ ثم ثمت قضائي ثم إجراءات تمشي للقاضي وتقوم بإجراءات معينة في مجال الإجراءات الجزائية المدنية والجزائية هنا بينسل في الجزائية تجم تمشي للقاضي وتطلب أنت كمحامي بعض الأشياء المشكلة وأنه في تونس ما يولي وضد بعض القوانين ألا ما تمسهم لكن هم يستعملوها وضد غيرهم لأنه ما تنساش أنت الظاهرة متع الجيلاني دبوسي الجيلاني دبوسي تم احتجازه مات تحت التعذيب وفي السجن والأسف وقتها كان هو نفسه وذير عدل أنا ذاك وقال قضاء وقدره بالتاريقة أو بأخرى وتم أطلق سلاحه قبل ما يموت بيامات ما تنساش بخيط وتفلخه اللي كانوا من السلفيين اللي حاسب شهود عيان وجاءوا ويحكيوا في التلاف الظلم يكذب هذا أي إنسان الدود خارج بنوفهمهم اللي صارت أنا ذاك وماتوا لا يلحبهم شباب اللي تم استعمالهم في حركات معينة في بداية الثورة وقت سير الدودة بخيري كان هو وزير عدل أنا نرى أنه هذا البلد ما زال ينقص الالتزام بالقاعدة القانونية اللي هي يجب أن تكون عادلة ويجب أن تكون منصفة ويجب أن تكون غير مشخصنة اليوم اللي يشد السلطة يشتعب القوالين الموجود وكي يبدأ هو موجود في السلطة تستعمل تلقي قوالين ضده يقول آه هذي قوالين خائبة ومشومة ولا دستورية وكل شيء كي يبدأ هو في السلطة يستعملها ضد خصومه هذه الأشكالية الكبرى الحق موجودة ويجب أن نناقشها لأنه البناء الدستوري متاعنا والبناء القضائي والبناء التلقيبي عامة ما زالت تشوبه مشاكل كبرى أنا شخصياً لست معا احتجاز أي إنسان إن كان مقادر على كل شيء أي إنسان يتم احتجازه أنا ضد لكن إذا كان يجي في إطاع القضائي لأنه سند القضائي هو دائماً يكون معلل لكن يتعلل على أساس وأنه قالونا نعتبره غير دستوري التعليل حاجة قضائي يعني القضائي يعلل أنت لقى من المجلة الجزائية أنت لقى من مجلة الجزائية أنت لقى من وفق القضاء أنت لقى من قوانين نفذة أنت لقى من المراسيم ينجم يعلل القضاء كل وحيثه يحط الأحداث واعتبارنا ذي كذا يتم معناها الاحتفاظ كلين الاحتفاظ وثم الإيقاف التحفظي الاحتفاظ لدى الأمن عنده أجير ما تفوتش ستة أيام معناها بالتجديد وإيقاف التحفظي 14 سهر أنت تذكر سامي فهري سامي فهري تجاوز الفترة متاع الاحتفاظ وإيقاف التحفظ هي متاع 14 سهر والمحكمة قالت يجب تسيبه وهو أنا أتذكر أنه أخته عملت ولا بنته ولا زوجته وعملت رسالة سينورديل بحيلي بالذات وقاتل واقس هذا وهذه احتجاز شفت بعدها المنظومة مضروبة والسياسة مشخصة إلى حد كبير أنا مذابية وأنه المسألة تتنظم أكثر ما دير بتخلي فيها عميد المحامين كنت نظن أنه مسألة بشكل لأنه أي إنسان محتجز أو موقف محتجز بتبقى القانون هذا في الخبر الجبلية أو موقف عنده الحق في الدفاع وعنده الحق في كافة الخدمات التي يعني سبع قوانين تونس دخل فيها منها المعاملة الإنسانية والمعاملة التعذيب والمعاملة الإنسانية والمهينة وكذلك حق الدفاع مضمون وعلى دخلت بعض عليش يمكن خطر النردين بحيلة عنده لدي النهضة معناها اعتبار معين يمكن اعتباله وصندوق للسود متاح مغير ثم احد اخر موقف منه حتى 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 حكي عليه ما عنده شي نفس البواكي ما عنده شي نفس الناس اللي ينبو عليه ولا يمشي ويعملوا فيديوهات عليه ما سبعنا حتى شي بريمانبل اما انا نرى من من أوكد الأشياء بستجم تعيش حياة الديمقراطية متطورة وانه تكون الأنظمة القانونية نقية ومنصة وعادلة توجه كل الأطراف حتى لو انسري الكذر في مريكا يشد لك واحد اقتل سبعين عبد ما شو معناها يشدوه يحط له كارتوس فراس ولغ الولاي يطبقوا عليها القوانين وهم يحكموا حتى ما نفذوش على قل يحكموا هنا الحق تطرح سؤال اليوم بعد عشر سنين سول 11 سنين المنظومات التي حكمت الكل توعت القوانين التي مشيئت الأفراد ومشيئت الأحزاب الحاكمة والطاغية وتدور يوما إليك ويوما عليك وذلك أشكالية كبرى كما حكينا على الاختيالات وقلنا سما اختيالات نحكي نحكي عليها قبل سما اختيالات الجاية يجب نحكي عليها نفس الشي يجب أن يحاسب كل الناس عليش قانون 78 تعمل لانهار لإخلاج الجيش والأمن في تونس وقتل 500 تونسي على الأقل بالاعتبار الرسمي كان مش أكثر هذية تونس عطبت وقتها ميته 465 هار ستة عشر جاو وثمان وسبع وقتها معناها بولقيبة خلل الجيش وخرج الأمن نقوله بكل صراحة يجب أن نتجاول وقف عندك الحق أطلب إذن قضائي ينجم في المسائل هذية إذا كان ثم خطر ده مولا إذا كان ثم تلبس ربما ما يمشيش حتى القاضي يمشي تلبس يمشي لك ديرك يشدك ويعلم القاضي والقاضي ينجم أعطيك إذن شفوي إذن على المسودة إذن بالفاكس إذن فهمتك رجل معنا سند القضاء يموجون دائما يجب أن شوف أنت حتى في الأفليل في أمريكا يقول أنت الآن في حال إقاف ممكن لك الأمتناع عن التحدي الحديث وطلب محام وغيره وكل كلمة ستنتق بها يمكن أن تستعمل ضدك هو هنا سوفي هنا في وضعية الحق وين منظومة كاملة منظومة حكم النهضة 18-30 أبقى على قانون وعام 2017 استعملوا هذا القانون من أجل الإيقافات اليوم نفس القانون يستعمل ضدهم هما هذه أشكالية تطلح من نظرة إيتيقية معناها بلوما إيتيك أين بالدسبرية مهما كان إنسان مهما كانت المآخذ يجب أن يكون سندا قضائيا وراء كل عملية مدام فعل القانون هو القانون موجود مش قانون معناها سامة أو تنبيان ديزويت يستعملوا 15-20 مرة في الأسر العقيدة جزتما هو المشكلة إنه وقت اللي تم تفعيل هذه متع إيقامة الجبرية وقانون التوارف المدة الأخيرة للأشخاص إلى حد اليوم تقريب بعد الإقامة الجبرية ورفع الإقامة الجبرية سوفين ما شفنش مغلب الناس اللي موجودة تحت الإقامة الجبرية عندها قضايا قديمة ما شفنش تحرك جديد بعد الإقامة الجبرية خلق القرار متع الإقامة الجبرية يخو على الأقل خلينا نقول الأهمية متاع في أخذه بعد ما شفنش باستثناء النائب متاع التهريب النحاس الوحيد اللي بعد تم إيقافه والقضية متاع أما إنسان إنسان تم إيقافه المتدخلون قبل جبرية وفيهم مثال كما شاو قتبين مواجهة ليسالة أنا ذاك للوزير الداخلية قالوا منعك يمنوا ممارسة حقوقي أنا من جبش نمشي المحكمة نخدم عندي كلونية وعندي لوسية وغير مفروض وأن هؤلاء الذين تم إيقافهم تحفظيا أو احتجار أو احتلاثيا يقولوا لي يحبوا تبني في الجارجون بوليتيك تقول لي تحب يستعملوا هذك ضدهم بشي تبعهم وعندوا الحق أي إنسان يشكي بسيد وزير الداخلية قالوا أنت المسؤول أصدرت في شأني بطاقة إجراءات منعتي من ممارسة حوليتي وأعتبروا هذا الشكل الحجزة وغيره ونتبعك فهمتني عندما الحق يمكن البعض قابل كذا عندما الحق بشي الظلم يبقى المشكلة كيف يمشي المحاكم المحاكم تقول لك سيد طبق قانون يمكن أنت وقتها زادة تبشي المحكم تقولها طبق قانون غير دستوري هو تنجم لو في تونس معناها ولو ما عندكش محكمة دستورية تنجم تبشي للقاضي تقول السيد الرئيس أنا أرفض تطبيق هذا القانون لأنه هذا القانون يتماشي مع روح الدستور ونص الدستور ينجم القاضي عن طريق معناها باروار ديكسيبشيون بطريقة بطريقة أستثنائية يقول لا يمكن أن يطبق على هذا القانون بلات يبارق قانون غير دستوري نجم موجود حتى وقت بلقبال وقت بلعلي وقت البيت وانتوا كانوا متأكدين هذية وقليناه ونعرفوه بعض الخضايا يعني نتخل موجود دايما حتى ما عندكش محدد دستوري لكن في حالات هذية تم أشخاص وتم أعلان وثم كذلك بيانات خرجت وزارت داخلها في هذا الشأن وثم أجراءت من موسى وثم أبيت ذا لهم وثم أحيئة الوطنية المحامين كانت مش فعل عملية وهيئة بالإخزام ضد الاحتجاز والمعاملة الإنسانية والمهينة وغيره ومشيت يقوموا بخضايا أنا بالنسبة لي هذا قلون يزوم يتوقف على خطي يجب يتطبق على أي إنشان معناها غدوة وزيل الداخلية حق لازم ما عجبتوش يمشت بتعفتحيش فتحي الحراب ينشد الشروع خسر دهن وبعد تجيب حتى تحاسب أعمل سنة قضائي قول أنتي بأيزامبل المشتعة هذيك فيها أنا بلو مورت رأي عملت مشتعة شيطانية وجماعة الشيطانيين في جنوب أفريقا يجيو يلطب على التمثال وقت تعمل سنة قضائي تولي مسألة أخرى خطر وقت تعمل سنة قضائي سما أجلأ قضائية نقوم بها ما نشوفوش السادة المحامين يوليو رعيات والسياح والبوكا واللطب والألكماء على الأرض وحاجات كمهاكة كما نشفنيها البالح ما نهي تبقو الإجلاءات نحن عانا مجالة إجلاءات مدنية وجزائية وعانا ممالسات قضائية زادة بتعمع حكم ماكتع في كل محكمة اجتمال سنسان ما تفعش النفقة في محكمة تونس وطمانتي هذيك الأجراءات والمحاكم وممارسات على هذا المستوى أنا نرى وأنه اليوم قادة الأمور تدور على الناس كل على خطر بالسياسة السياسوية بخدمة وصالح الأحجاب بتصفية الخصوم عبر القضاء وعبر الأليات الخانونية حتى وإن كانت غير دستولية ويوم كما قلت يوم إليك وما من عليك نهار أنت الطبق هذا اليوم يطبق عنده قضية في الاحتجاز والقتل ومتهم فيها حتى سيد نوردين البحيري وبعض الوزراء الأخرين قدام حيث المحاكم الدولية يجب أن تكون استنفرت كافة وسائل الطعن داخلين أو هناك ما يسمى إنكار للعدالة للدنيا الجوستيش وبدأ عليه رئيس جمهورية كل نهار وفهمت سؤالك يقول بك يقول أخ الحاجة أخ الحاجة كما أنا صحافي أخ الحاجة نعمل هو ديني لا 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 يلزم القاضي وكذلك الخضاء ملزم بتطبيق المنظومة القانونية والمنظومة القضائية التي فيها قانون وفقه قانون وفقه قضاء وممارسات يعني مثلا متشعبة جدا وفيها أطراف عديدة تتدخل أنا نطلب في هذا الكل وأنه الآن إذا كان سما إذا كان سما ملف سريو فيما يخص عندهم هم أنا ملاحف حد شيء يحال على القضاء ويكون معناها توقيفه بمقتضاء سند قضائي وأي سند قضائي يجب أن يكون معلل وأي سند قضائي ممكن الطعم فيه حتى من ساعة إلى قضية تعجلية لأنه وحيانا ماكتعد في القانون نجي منجي أنا القضية الأصلية خليها ونمشي قضية استعجلية حتى ينجي من قولك هو في حال خطر ولا حاجات كبه ستطرف بعض المعطيات وغيره وفي انتظار القضية الأصلية هذي الوضع اللي احنا عايشين وهذا الوضع المسؤولين عليه كافة الحكام اللي الداول على السلطة في تولي منذ 2011 أساسا حركة النهضة هي عند عشر تنين تحكم بطريقة أو بأخرى مع عدا في حكومة لا نجلب نقطة أخرى لازمنا نتلاول لها لأن هي ربما سبت البرح حتى في انتشار الإشاعة وزيد تعكرت الأمور أكثر وحتى ولي في الواجهة ناس أخرين هي غياب المعلومة مرة أخرى القور وإحنا قدام غياب المعلومة حول ما حدث مثلا كما البارح بعد الحديث على النقل للمستشفى وتعكر وصلوا حتى قالوا حالة وفاة هذا الكل لأن وزارة الداخلية زادة ما وضحتش وحتى الأعلام ما وصلتناش حتى معلومة متمكنناش من حتى معلومة حول الوضعية الصحية ويمتاع ولينا شفنا كان صراح حتى حماية مشدة للبحيري في المستشفى هذا اللي خلى أعوان الأمن ربما الموجودين قدام السبيطار البارح سوفتين ولا زادة كيف في مركز الحراس الوطني بمنزل جميل هما يتحملوا المسئولية قدام كسوة هيئة الدفاع ولا قدام الناس المسندين للبحيري تهاجموا عليهم في المركز الحراس كيف زادة شفنا حتى ندائت قدام المستشفى للأمنيين وحدث معهم الأمني هو قاعد يطبق في القانون هنا هذيك عليش ما تنجمش وزارة خالجية تخلي موضوع كثمان هكا داخلية يتحملوه الأمنيين مباشرة مع هيئة الدفاع والمسندين للبحيري والمشكلة زادة كيف تثبت في انتشار الإشاعة وزادت الأمور تعركت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى غياب المعلومة وغياب انسياب المعلومة يخلق هذه المشاكل والإشاعة وما تكون نشو ثم معلومة ومفروض وأنه كذلك يكون مصدر ناطق رسمي هو ليجاوب الناس ويتلاو على الأرض وليس مركز قاعد يشوف البورتابل متاع ومعنى شفنا أشياء من نواة هذا وقال كذلك من باب ضبط النفس أي معنى هو مفروض ومراوش بأكزم يجي حل شباك وغيره مفروض نتجاوزها بينصير في الأوضاع هذه العائلات والأهالي وغيره ما تلو مش عنهم إذا كان هو مثال سمع القوانين مجعولة لباسيون بتاع الناس والتشنجات حتى الوجدانية بتاع العباد تهديها وتنظمها وتعقلنها كما في حالة الموت في حالة الاحتجاز في حالة هذية للأسف الشديد لأمور ما هيش منظمة كان ممكن وأنه الداخلية يخرجوا يتحدثوا ما يكتفيوا شكان بهذاك كان ممكن كذلك وأنهم يعملوا منطقة للتفاوض لأنه مثال عميد المحامين يقول أنا مشيت وما العالحش الداروين مشي مغمضين لو عينيها جماعة يكونوا مغمضين عينيها سبع رواية عديل يقولوا يمكن ما نظنش كابش حطوا العينيهم يدخلوا في كار حطوا في كار مميرات شي ممكن ما نظنش كابش أنه عميد المحامين يقبل غمضوا العينيه ببنغالو هو المكان يحب يحفظ على سرية المكان يمكن لكن كل هو حقه لذلك كل هموين موجود معناها الحق ليس هني قطلك اليوم انقلب السحر على السحل ثم قوانين مشحفة لا دستورية لا قانونية طبقتها النهضة هي في الحكم يتبقى فيها اليوم ضدها أنا ضد هذه القوانين نحيوها لأنها هي لا دستورية ومهما كانت الخصومة أو الاختلاف أو التتبعات تكون تبقى للقانون وانتلاق المستندات القضائية يفوت وجود معناها مونداج يدوسيال كالكي سواء إيقاف إيقاف تحفظ وإلا في حالات التلبس الإيقاف عند الأمن والإعلام معناها الفلاقلون ديلي معناها ناس عندهم بومبة وعندهم دراج من قلش يستنى رابب البوليس يشدوا يعلم ممكن الجمهورية هذهك في حالات التلبس حالات القصوى أما الزادية يعلم من بعد أنا في مش بعد شهر ثلاث أيام يعلم في الأباء في الحالة اللوخي لا يجب أن يكون هناك سند قضائي لا لي شيء مش ربعدوا على المسألة الناش كل نستعمل أنا القوانين وقت اللي أنا شاقي في الكاب نهات اللي أنا مع الشاقي في الكاب ندول عليها نولي عامل حقت مبكى ونبكي للأسف الشديد لأن هذا القانون هو لا دستوري بالأسف يعطيك صح شكرا ليك سوفيا أنتو تسويت صفية في موجز الثمانية بعدها معاذ في موجز الأخبار الرياضية رجعين في ساعتنا الثانية من برايم تاي